السلام عليكم درسنا النهاردة هو الجملة الاسمية في الماضي النقلي تعرفنا قبل كده على زمن الماضي النقلي ولاحقته واستخداماته مع الأفعال في الجملة الفعلية النهاردة هنتعرف على استخدامات لاحقة الماضي النقلي مع الأسماء وإيه هي المعاني اللي بتفدها في الجملة الاسمية من أول المعاني اللي بتفدها يعني نستخدمها علشان نعبر عن أحداث سمعها الشخص أو تم إخباره بها يعني بتعبر لنا عن الكلام المنقول وناخد بالنا إن مش معنى إن اسمها لحقة الماضي النقلي إنها بتعبر لنا عن الماضي ممكن إنها تعبر لنا عن جميع الأزمانة تاني حاجة يعني بتستخدم لما نلاحظ حاجة فجأة أو نلاحظ حاجة بعد فترة اللي هو ندركها بعد فترة يعني بيتم صياغتها عن طريق إضافة اللحقة إيميش للأسمان خلينا نشوف بعض الأمثلة اللي هتقدر تفهمنا الاستخدامات دي أكتر يعني أنت فعلا شخص كويس جدا زي ما كل الناس بتقول عنك عشان هنا الناس بتقول عنك استخدمت اللحقة مش استخدمت لحقة الماضي النقلي لإن دي تعتبر أحداث مسموعة أو تم إخبار بها يعني ده يعتبر كلام منقول ده دي كلارينا جراء إي بير فوتبول جوي مش سن فعلا زي ما قالوا عنك أنت لاعب كرة قدم كويس جدا برضو الكلام هنا يعتبر كلام منقول عشان كده استخدمت لحقة الماضي النقلي ده الألم اللي بدور عليه من بالليل طلع موجود في شنطتي هنا حاجة أنا تفاجئت بيها أنا بدور على الألم بقلي فترة دورت في كل مكان مش لقيه فجأة الشنطة اللي قدامي طلع فيها فعشان كده أنا استخدمت لحقة الماضي النقلي برضا آيشا هنم دي بري فارمش يعني كان فيه هنا واحدة أو كان فيه هنا سيدة بتدعى عائشة أنا مش عارف بس أنا سمعت كده أو أظن إن أنا مثلا وأنا صغير إن أنا كنت مثلا مولود هنا وأعرف إن هنا كان فيه واحدة سكنة هنا اسمها عائشة خلينا نشوف إزاي بيتم تصريفه أول حاجة الجملة الإسمية في الماضي النقلي في حالة الإثبات بتتكون من إيه؟ اسم بالإضافة إلى اللحقة مش طبعا بنضيفها بأشكالها الأربعة مش 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 أي واحدة فيهم بضيفها حسب قاعدة التوافق الزبط بعدين بضيف شهص أكي يعني اللحقة الشخصية طيب خلينا نشوف شكل تصريفاتها مع الضمائر بان يرماز مشم يرماز هنا هي الصفة بعدين مش لاحقة الماضي النقلي بعدين ان هي اللحقة الشخصية بان يرماز مشم دا بيتقيل إن أنا كنت شاي أو دا أنا طلعت شاي بان يرماز مشم سن يرماز مش سن أو يرماز مش بيز يرماز مشز سيز يرماز مش سنز ان لار يرماز مش لار بان تنبال مشم سن تنبال مش سن أو تنبال مش بيز تنبال مشز سيز تنبال مش سنز ان لار تنبال مش لار بان مطلوي مشم بان مطلوي مشم مطلوي يعني سعيد طيب فيه هنا حاجة أخدنا بالنا منها أو فيه حاجة هنا ناخد بالنا منها اننا اضفنا حرف يا على الرغم ان اللحاقة مش مش بتبدأ بحرف صوتي طب اضفناها ليه لان اللحاقة مش اصلها امش تمام يعني هنا اللحاقة المفروض اصلها امش طيب حزفناها ليه حزفناها للتخفيف وعلى الرغم من اننا حزفناها اللي اننا لازم نضيف حرف يا لو كانت الكلمة او الصفة بتنتهي بحرف صوتي يبقى شكلها ازاي مطلو مشم مطلو سعيد او الاسم بعدين حرف يا ده حرف فاصل بعدين مش لحاقة الماضي النقلي بعدين ام اللي هي اللحاقة الشخصية مطلو مشم ده انا كنت سعيد ده بيقال عني ان انا سعيد سان مطلو مش سن او مطلو مش بيز مطلو مشوز سيز مطلو مش سنوز ده انا لما كنت صغير ده نطلعت كنت شاي جدا او ده بيتقال ان انا كنت شاي جدا ده بيقال ان والده قبل خمس سنين او من خمس سنين كان غني جدا يعني اغلب الاخبار اللي انتو سمعتوها النهاردة طلع ملهاش اي اصل من الصح ده الاكل طلع جميل جدا هنا استخدمت اللحقة مش لان انا ما كنتش متوقع ان الاكل هيطلع حلو جدا اتفاجئت بجماله فعشان كده قلت يا ما كلار هاري كايمش ده الاكل طلع جميل جدا ايشا ايلك وكل ده تشوكتن بالمش ده بيقال او بيتقال ان عائشة كانت كسولة جدا في المرحلة الابتدائية او ده عائشة طلعت كسولة جدا في المرحلة الابتدائية هافا سجاك صندند اما سوق مش كنت فاكر او كنت اظن ان الجو حر لكن ده طلع برد جدا الجملة الاسمية في الماضي النقلي في حالة النفي بيكون تكوينها ازاي؟ اسم الاسم بالاضافة الى ديل لحقة النفي بالاضافة الى مش لحقة الماضي النقلي وهنا هيكون لها شكل واحد بس لانها هتتبع التوافق الصوتي للاحقة النافي ديل بالاضافة الى ايه؟ بالاضافة الى شخص اكيد اللحقة الشخصية خلينا نشوف تصريفاتها مع الضماير هيكون شكلها ازاي؟ بان هاستا ديل مشم هاستا صفة معنى مريد ديل لحقة النفي مش لحقة الماضي النقلي ام هي اللحقة الشخصية بان هاستا ديل مشم معناها ايه؟ ده بيقال اني ما كنتش تعبين او بيقال اني لست مريد سن هاستا ديل مشسن او هاستا ديل مش بيز هاستا ديل مشيز سيز هاستا ديل مشسنز اونار هاستا ديلر مش بان يورغن ديل مشم يورغن يعني متعب يورغن ديل مشم سن يورغن ديل مشسن بعض الأمثلة على حالة النفي يعني الامتحان ما طلعش بكرة دطلع يوم الخميس الجاي او ده هيكون يوم الخميس الجاي ده بيقال اني وانا صغير ما كنتش طفل هادي ده انا طلعت كنت شي امي امبارح طلعت مش موجودة في البيت معنى ايه الجملة دي ان انا اصلا معتادة على وجود امي فجأة فجأت انها مش موجودة علشان كده انا استخدمت هنا اللحقة مش لحقة الماضي النقلي يعني الطلاب طلعوا مش مكتهدين قوي يعني انا كنت اظنهم ان هما مكتهدين وبعدين اتفاجئت بهم اتفاجئت ان هما مش مكتهدين عربة مز ياني دي يلمش العربية بتاعتنا ما طلعتش جديدة يعني انا اتفاجئت انا شريها على اساس انها جديدة بعدين اتفاجئت انها مش جديدة عشان كده استخدمت اللحقة مش ايلا كايساري لي دي يلمش كايساري دي مدينة موجودة في تركيا ايلا ما طلعتش من كايساري استخدمت برضو اللحقة هنا ميش لاني استغربت انا كنت اظنها ان هي من كلامها وطريقتها واسلوبها انها من مدينة كايساري ولكن فجأة عرفت انها مش من كايساري عشان كده هنا استخدمت اللحقة مش لحقة الماضي النقلي الجملة الاسمية في الماضي النقلي في حالة السؤال بيكون تكونها ازاي؟ اسم الاسم بالاضافة الى صورو اكي يعني لحقة السؤال وطبعا بنستخدمها باشكالها الاربعة مو ومي ومو مو اي لحقة فيهم بنضيفها لحسب قاعدة التوافق الصوتي بنضيف كمان لحقة الماضي النقلي مش باشكالها الاربعة بالاضافة الى شهست اكي يعني اللحقة الشخصية تصريفها مع ضمائر بيكون كالتالي بن هقل ميمشم هقل يعني محقة او على حق مو هي صورو اكي لحقة السؤال بعدين فصلنا بحرف ي ليه برضو فصلنا بحرف ي لان قلنا ان اصل اللحقة مش هي امش ولكن حزفناها للتخفيف ولكن حتى بعد الحزف فاحنا برضو هنستخدم حرف ي لو كان اللحقة اللي قبلها او الكلمة اللي قبلها بتبدأ بحرف صوتي حقل ميمشم ام هي لحقة الشخصية من هقل ميمشم سن هقل ميمش سن o هقل ميمشم Biz haklı mıymışız, siz haklı mıymışsınız, onlar haklı mıymışlar Ben güzel miymişim, ben güzel miymişim, sen güzel miymişsin O güzel miymiş, biz güzel miymişiz, siz güzel miymişsiniz, onlar güzel miymişler Ben cesur muymuşum, sen cesur muymuşsun Cesur yani şugır O cesur muymuş, biz cesur muymuşuz, siz cesur muymuşsunuz Onlar cesur muymuşlar Ben büyük muymuşum, sen büyük muymuşsun O büyük muymuş, biz büyük muymuşuz, siz büyük muymuşsunuz Onlar büyük muymuşlar Bazı eləmsələ alə həyletə suəl örnek cümleler Onlar miymiş Onlar miymiş? Onlar miymiş? Koldayi, çok güzel miymiş Ben sonra, çok güzel miymişim? Myymişi de olur muymuşuz? Onlar hani bu müymuşum? Ben, ben şimdi bu müymuşum En, ben, o güzel miymişim? Yani, ben bu muymuşum özmürüz, ben ki o zaki'ya ben Ben de bu. John ne varmış bir malzemem? Ben, John, çok güzel miymişim? John, çok güzel bir malzemem? في المطعم ده هو الطلبة كانوا في مباراة كرة القدم يعني كيف كانت جدتي وهي شابة هل كانت فعلا زي ما بيتقال عنها انها سيدة جميلة كده يكون انتهى درسانة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله